طيب يا حبايبي الله يعطيكم ألف عافية بعد ما اجينا للفيديو الخاص بحل الجزئية تبعت الفصل الثاني أنا طبعا بالعمدة intentionally بالعمدة خليت الشباب في موقع وتد يحطوا لنا درس الاشتقاق كاملا تبع الفصل الأول ليش لأنه احنا ما عندناش فصل أول وتاني احنا منقدم سنة دراسية واحدة هلأ انت راجعته أوريدي لأن القواعده مشتركة يعني أنا حتى هذا كوبي بيست قواعده مشتركة ما فيه أي اختلاف ولكن كلماته اللي فيها اختلاف هلأ كلماته احنا بدناش نحفظها ليش انت بس بلزمك تحفظها دول يعني أول تنتين حتى انت بحفظت واحدة خلاص تميز الباقي لأنه الالواي بلزم كاش سهلة والفعل بلزم كاش بكون أقصر إشي غالبا فانت اذا بدك تكون كفو بتحفظ هاي اذا بدك تكون كفو وشنب بتحفظ التنتين البنت اذا بدك تكوني ألف بتحفظ التنتين بتريحي راسك بس تعرفي انه هدول بيعملولي صفة وهدول بيعملولي اسم لما تيجي تحل انت يا حبيب القلب انت أريد انطبع في مخك هاي الأشياء فبتيجي هيك انت بتحكي لحالك تعال يا أبو حميد خليني شو أسوي خليني أحدد شو اللي مطلوب مني وأبلش أحل كريم is a عبارة عن أداة تعريف وتنكير بدها وراها اسم الاسم موجود بدي صفة طيب ايش الكواليفيكيشن بزبطش اخوان هادي نان كواليفايد بزبطي اخوان هاي أدجيكتب كواليفايد هادي فيربيا أستاذ بزبطش فانت راح يكون حالك هاي تمام التاني doing lots of exercise تتمرن كتير won't keep you healthy مش راح يخليك تكون healthy if you don't eat فراغ فود don't eat eat فعل ايش مالو يا اخوان فعل اللي خاص في الجملة هذا الفعل المتعدي بده بعده ايش مفعول به طب المفعول به هايو يا اخوان اللي هو اسم لأنه هذا الفيرب هذا الفيرب المتعدي بده ورا ايش بده ورا اسم الاسم موجود شو بدي قبل الاسم صفة nutritious ولا nutrient؟ nutrients هادي نون معناه مغذيات هادي اللي هي ايش اللي هي هادجيكتب فبختارها طبعا جايلكم بامتحان اشتقاق ايش يمتكتك راح اجمع فيه كل اسئلة السنوات السابقة اللي اجت بالالفين واحد وعشرين ايش يمتكتك مليون services mostly travel and tourism tourism فراغ the majority ايوا شوفوا يا اخوان services اللي هو المبتدأ هادا mostly travel and tourism هادا اخوان اسمه البدل البدل اسمه opposite اوكي كل هادا مبتدأ يعني هيك opposite مش مبتدأ هو بدل ولكن هو هيك معناته هون انا افتقر للفعل ليش لانه هون اخوان ايش the majority the بعديها صفة بعديها حرف جر بعديها هذا بعديها economy معناته انا صفة عندي قاعدة noun plus فراغ plus noun ايش بدي بالنص هون بدي حط فعل ايش الفعل dominant لأ هاي صفة and صفة domination لأ شن هادي اسم dominate اه هادي يسعد لي اياك الف مليون شاطر خالد is a very فراغ and adaptable worker شوفوا يا اخوان worker اسم قبله صفة هسا خالد is a very شوف عندك هون عالجهتين بتزبط معك احنا حكينا الاند قبلها وبعدها لازم تكونوا من نفس الوزن اذا هون صفة هون صفة والشغل التاني يا اخوان very اللي هي عبارة عن adverb اللي هي اخت ال-ly هادي بدها وراها ايش بدها وراها صفة خصوصا لما يكون هون في فعل غبط زي she is very beautiful فبدي حط هون ايش بدها حط مش competence competence هاي معناها ايش كفاءة هاي اسم compete هادي معناها فعل يبارز competent معناها كفو عن جد معناها كفو competent and adaptable طيب يا سيد العزيز نيجي لهون نيجي لهون language فراغ is becoming an important هادي جاوبناها في بداية الفصل language sorry language فراغ is becoming language اسم مركب noun plus noun ليش يا حبيبي مش زابطة معي الا اسم بلس اسم لانه هون في فعل فما قبل الفعل غالبا يا اخوان بكون يا اسم وصفة يا اسم واسم اسم مركب my grandfather often tells us احيانا سيدي بيحكي لنا about what he did in his شو عمل ان حرف جر بدها اسم وهز صفة ملكية اللي كان يحكي عنها هداك المحترم ضمير اخوان بدوش بعده اسم الصفة الملكية بدها اسم غصبا عن اللي خلفوني youth تزبط young تزبطش لانها صفة فحال اللي بدو يكون هذا olives which are grown يعطيك الف عافية لما يكون عندك فعل رئيسي وفعل مساعد حط ال y يعطيك الف عافية بس بديش اناقشك it is important to have an عندك an بدي بعديها اسم فيش هون اسم خلص معناته بدي اسم awareness maha shows great great عبارة عن صفة الصفة بدها بعديها اسم فيش عندي اسم بدي اقول enthusiasm اه لانه enthusiasm معناها متحمس هي اسم بناءا على ايش على ال ism enthusiastic لا هاي صفة enthusiastically هادي ظرف اللي هي ال y طيب our national team is now well for the طيب يا اخوان دائما لما يكون hyphenated بيكونوا ايش بيكونوا عالاغلب صفات is now well ليش لانه هذا فعل ربط اخدناه كتير ونسوكم بعديها صفة هسه انسوا لي ال now ال now تبعت ال is ما علاقة فيها وهي عبارة عن ايش عبارة عن ايش عبارة عن اكثر برضه بتحكي لك بعدي فيدي صفة will qualified which عفوا with children it's important to يعطيك الف عافية بدك بعد to ايش يا حبيبي بدك بعد to فعل و هالفعل بدي يكون مجرد غصب عنك to achieve the right balance انك تعمل توازن عند الولاد between love and discipline بين الحب والانتظام مش الولد يصيري هذا كريم wasn't able to speak Spanish كريم يا حرام بحكيش اسباني till he was nearly seven years old شوفي اخوان قاعدة speak لا شو الاس هاي verb spanish noun اللي هو المفعول به دغري بعده ny يعطيك الف عافية ليش لانه الجملة اكتملت طبعا till هذا اشي تاني اللي هو conjunction وهذا الconjunction بحط جملة جديدة يعني هالجملة جديدة طيب would you like to do an ان يا حبيبي بدها راعها اسم وهون فيش اسم academize لا يعني يجعل الشيء اكاديميا اكاديميك لا صفة اكاديميك لي عفون اكاديمك هي بتزبط اكاديمك لي بتزبطاش ليش هلأ شوفوا اخوان هاي الواي الليها قواعد وواضحة اكاديمك اذا بترجع للكتاب راح تعرف انها هي ناون وانها هي adjective اكاديمي واكاديمية تمام بدنا ننطلق وين يا حبيبي على هذه الجملة الجملة بتقول رامي closed his eyes and tried to رامي سكر عيونه وحاول ايش concentrate صح لانه توب ده بعديها فعل مجرد بس التوب تاخد بعديها ing اذا كانت looking forward to the price of certain items are not the prices are not ايش are not هاده فعل رابط بده بعدي صفة are not negotiate هاده فعل negotiables غلط negotiables بزبط الشي هاي بتنضافش للش اسمه للصفة الاسمه تنضاف للصفة وهادي اسم this training course will شوفوا اخوان will بدها بعديها فعل والله مش صعب qualify اه qualification لا ليش بدي فعل هذا اسم qualifying هادي صفة qualified هاي صفة شوف فرق بينهم qualifying يعني الشيء المؤهل هاي الشهادة تؤهلني بس انا اللي qualified انا مؤهل the recycling project has been carried يعطيك العافية استاذ لما يكون هون في فعل رئيسي هون افعال مساعدة ضغري بتحط لي ال y وانت ينغمض ذا فراغ of يعطيك العافية حط اسم يا حجي ذا فراغ of حط اسم بس توكل على الله ما في عندك اي مشاكل طيب هون احكي لكم مش اجت هاي غطت الجملة تعال نشوف هون are made in order to an event بدي فعل in order to organize يعطيك العافية i enjoy reading stories about people people noun ايش بدي قبلها صفة successful هاي لا ال y ظرف هاي فعل employees الموظفين ايش عشان نشتفل على حالنا طيب انا بدي حل جميلتين جميلتين من كل سؤال عشان نختصر لانه خلص وعشان انتوا يضللكوا ايش تحلوه i am confused i am confused could you give me some some بدها بعديها ايش بدها بعديها اسم شوفوا يا اخوان هاي اللي هيك اللي بسي هادي يا جماعة الخير الاسم وهاي الفعل تذكروها تمام before an exam you must يعطيك الف عافية revise must عبارة عن model will would can could should بدها وراها ايش يا حبيبي بدها وراها يا قلبي فعل in hot weather لا خلاص احنا حكينا بس انتانا شو هالعالم بدكو احكي لكم of حرف جر بيجو وراها اسم هون he must بيجو وراها فعل هاي مهمة how quickly does blood round the body شوفوا اخوان round عبارة عن ايش ظرف مكان round بدها هون فعل وايش كمان does بدها فعل فرح اختار circulate بديش انا ايش اخليكم اموركم مش تمام هاد السؤال شوي غريب سؤال كتاب هو this book changed my way of thinking بدها تكون this book influenced me influenced me هاد اخوان بنصحكم شوشي تعملو تنقلو حلولهم من تحت it was done accidentally هذا الاشي صار بالغلط it wasn't done on purpose هذا ما تسوى بالعمدة هلا انت بس تحلهم بناءا على حكي اللي تحت اهتم في هاي حتيجيك هاي مثلا هاي this book influenced me فعل فخلص عرفتوا مش مهمين كتير لانه الوزارة ما بتجيب زيت we had a great time experience it was a good experience it was a great experience خلص مجرد ما انت حليتها خلص انت لو جابك زي هيك في الوزارة شال هاي وحطلك تحت الخيارات انت عارف انه great ايش great صفة بدها بعديها ايش اسمها عفوا على هذا الصوت طيب لو ايجينا هون استاذ خلص نحل رقم اثنين is one side of the brain more than the other one side of the brain the other فش فعل فبدي اختار dominant هذولا اتوقع خليهم الكم كتير حتكيفوا لانه كله متكرر استاذ كتير حتكيفوا عشان ننتقل بعد هيك للwriting طبعا احنا عنا هون ايش كتابة استعراض عن مطعم او فندق which is يعني basically very nice كتير حلو هلأ بدنا ايش بدي انا اخلصها يعني المادة هاي الوحدة طبعا هي محذوفة لجيل ال2003 فقط جيل ال2004 ان شاء الله وبعده راح يقضوها شكرا الكم والله يرضى عليكم راح ننتقل هسه للwriting و لا أعطيكم العافية peace موسيقى اشتركوا في القناة